زي ما عودتكم دايما على القناة لما بلاقي موقع مفيد ممكن يفيد بشكل كبير جدا خاصة كAI Assistant أو AI Shadboot بطلع أكلمكم عنه النهاردة هتكلم عن موقع Hex AI هو موقع مميز لأن في مجموعة من الأدوات الكتيرة جدا اللي ممكن تساعدك مهما كان المجال بتاعك متابعي قناة InfoTek4U السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وموقع النهاردة هو موقع Hex AI وأدوات كتيرة موجودة في هذا الموقع أدوات مختلفة ممكن تبص عليها من خلال الـ Dropdown List الخاصة بكل كاتجوري أو كل فئة يعني لو رحت للـ Hex Writer هتلاقي إن فيه أداء لكتابة الـ Paragraph أو توليد الـ Paragraph بالذكاء الاصطناعي طبعا كلها أدوات بالذكاء الاصطناعي من اسمه كده بين Hex AI أيضاً Essay Writer Paragraph Rewriter يعيد كتابة الـ Paragraph Article Rewriter يعيد كتابة الـ Article AI Text Generator مولد نص بالذكاء الاصطناعي Sentence Generator وحاجات كتير بقى خاصة بـ General Writing يعني الكتابة العامة بشكل عام في الـ Assistant Writing هنا حيكون Grammar Checker يعمل لك تشيك على الـ Grammar تشيك مع الـ PDF بيشوف النص ده أو التكست ده هل هو مقتبس أو الاقتبس في نسبته قد إيه الـ Percentage بتاعته الـ Online Proof Reader الـ Spirit Checker الـ Text and PDF Summarizer تلخيص التكست والـ PDF وأيضاً الـ AI Translator أو الترجمة الجزء المتعلق بالـ Creative Writing واللي هو الكتابة الإبداعية ودي حتفيد قوي منشئ المحتوى بشكل عام أو اللي عايز تكست يكون في ناحية إبداعية زي سلوجان شعار مثلاً أو سكريبت أو رد AI Response Generator أو يولد لك tweet generator على منصة X أو هاشتاج generator Instagram Caption Generator AI Story Generator أيضاً من الأدوات المميزة في الموقع ده اللي هو الـ Hicks Pay Path والـ Hicks Pay Path ولو أني مش طبعاً أنتوا عارفين أنا ضد أن أنت تكتب البحث العلمي أو الـ article كله بالذكاء الاصطناعي وتعتمد عليه اعتماد 100% أنا بقولك أنه هو بيساعدك لو أنت عندك جزئية عايز تدخلها وتتأكد أنه مش هيحصل مشكلة لأن أنت مستعين ببعض الأجزاء بالذكاء الاصطناعي فهنا enter the text you wanted to humanize here اللي هو الـ humanizer اللي هو يحوله ليه كتابة عادية كأن الشخص هو اللي كاتبها وفيه الـ AI detector ودي بيستخدمها البعض علشان يتأكد أن النص مش مكتوب بالذكاء الاصطناعي أنا بصراحة ما بفضلش قوي موضوع الـ PyPath AI ولكن زي ما قلت لك دايماً بقول الذكاء الاصطناعي هي أداة مساعدة فقط لا غير أيضاً من ضمن الأدوات الموجودة يعني هنعدي الأداة دي عندي الجزء المتعلق هاروح ثاني الـ HEX AI عندي من ضمن الأدوات الموجودة Browse GPT Productivity أيضاً بالنسبة لجوجل دوك هنا ممكن أن أنت تستخدمه كـ AI Assistant وإنت بتكتب على جوجل دوك وأيضاً Sidebar Quick Lookup Bar في كتابة الجيميل في Search كSearch Engine على السوشيال ميديا أنه هو يساعدك في كتابة Facebook Post والإنجيج كمان مع الكميونيتي وكل دا عن طريق أن أنت تضيفه لـ Chrome Browser فهو يقول لك أنه هو It's free فتقدر أن أنت تعمله Add to Chrome وتستغله أنا شايف أن هذه الأداة مثلاً من الأدوات الممتازة جداً بالنسبة للـ HEX Tutor الـ AI Homework Helper Helper بيساعد مش بيعمل مش بيدو يعني الـ Homework عنك أو بيحل الـ Homework هو بيساعدك مسألة صعبة وإنت عايز تعرف حلها وبيديك خطوة بخطوة إزاي بتتحل هذه المسألة بشكل أو بآخر أو أي شيء معقد بشكل أو آخر ممكن يساعدك في هذا الموضوع البعض حيقول لي هل هو مجاني لا هو مش مجاني بس ممكن تستخدمه بشكل مجاني أنا بيقولك مثلاً استخدام دي بسيك بشكل مجاني ولكن هنا أنا هعمل لوجين عشان أوريك حاجة أنا هبتد هنا لو أنت روحت على الجزء المتعلق بالكريدت هتلاقي أن أنا عندي 260 كريدت Standard Credits هنا خلينا في الـ Standard Credits لأن دي لقدرت أن أنا أجين أو Earn Standard Credits هنا الطريقة يعني لو مش هتقدر أنت تشترك في الخطة المدفوعة يعني خالص نهائي فأنت قدامك طريقة أنا مش بفضلها وهي مشاهدة الإعلانات يعني مشاهدة الإعلانات يعني لو دست هنا على Drop Down List طبعاً أنت ممكن تعمل ريفير لفرند وكل فرند هتعمله ريفير وهيخش ويسجل هتاخد 30 نقطة ولكن دي ما تقدرش تعتمد على اعتماد كل يعني مش كل الناس اللي هتبعت لهم هيسجلوا ولكن Watch Ads هنا هتقدر أن أنت تشوف إعلان مدته حوالي 10 ثواني وبعد ما تشاهد هذا الإعلان حيبتدي أن أنت يديك credits أو يديك 40 نقطة طب هتقول لي أستخدم في إيه الأربعين نقطة دول هتقدر أنت تستخدمهم من خلال الأدوات الموجودة ولكن بصراحة عشان أكون معاك وقعية أكتر حاجة لقيت أن أنا ممكن أستفيد بيها هي الموديلز بتاعت الذكاء الاصطناعي الموجودة ليه بقى؟ لأن أنت عندك Close 3.5 لأن أنت عندك Close 3.5 وجي بيتي فور أو دول مثلا من التو موديلز الناس كثير جدا بتستخدمها بشكل يعني يومي وللأسف في الخطة المجانية محددين فبالتالي لو أنت عايز تستخدم Close 3.5 بشكل أكبر عايز تستخدم أي نموذج محدود في الخطة المجانية تقدر أن أنت يعني تستخدمه بشكل إضافي على هذا الموقع عن طريق أن أنت تحصل على كريدس من مشاهدة الأد وهنا زي ما قلت لك بمثلا عندي 300 نقطة هنا مثلا بيقولي لو أنت عندك 300 كريدس مثلا ممكن أن أنت يستخدمي جي بيتي فور أو في كل مرة 30 كريدس كريدس طبعا أنا شايفة أن الكريدس كتيرة شوية ولكن زي ما قلت لك أنت بتستخدمه استخدام إضافي بجانب المحدد عندك اللي أنت بتخلصه في الخطة المجانية بالنسبة لي شات جي بيتي أو مثلا على سبيل المثال فتقدر تستفيد في هذه الجزئية بالنسبة لي بسيك أروان هو أصلا فري وهنا يستخدمه فري فما فيش مشكلة بالنسبة له هنا في بعض الفيتشارد أو الأدوات الفيتشارد اللي باين معاك هنا شات ويز ويبيج شات بيدي اف إي آي بريزنتيشن والإي آي بريزنتيشن بيقولك يوز إي آي بريزنتيشن فور فري علشان تجينريت سلايت أو تابلود آآ داكيمنت وهنا أيضا في عندك شات ويز ويبيج بتحط اللينك الخاص بويبيج معينة وتحتي تسأل شوية أسئلة في آآ أيضا ترافل بلانر بيحل الرياضيات المسائل الرياضية كرياتف رايتر برومت جينريتر وحاجات تانية كتير موجودة عندك هنا في الفيتشارد تولز الموجودة هنا أنا شايفة بصراحة أنه هو موقع ممكن تستفيد منه استفيد من أن أنت تقرن كريدت بالطريقة اللي أنا قلت لك عليها عايز طبعا تشترك فيدي حاجة راجعي لك ولكن زي ما قلت لك إحنا بنحاول أن إحنا نقدم لك الأدوات اللي ممكن تضفها من ضمن الأدوات اللي ممكن تساعدك ممكن تساعدك بشكل كبير في الخطة المجانية خصوصا أن الأدوات المميزة للأسف بتكون مدفوعة وبيكون فيها عدد من المرات محدود فأنت ممكن تزود عدد المرات باستخدام هذه المواقع تماما تكونوا استفادتم من فيديو النهاردة فيديو صغير وخفيف ولكن قد يفيد البعض احط لك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو زي ما قلت لكم في نهاية كل فيديو تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الأعزاء متنساش اللايك والشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته